بعد تعليقها لاتفاق الموقع عام 2018 والذي ينظم وجود القوات المسلحة الفرنسية لديها بوركينافاسو تطالب القوات الفرنسية بالانسحاب الكل من أراضيها شهر واحد أمهلته سلطات بوركينافاسو لفرنسا لمغادرة قواتها البلاد وهو إجراء يأتي في ظل تظاهرات شعبية ضخمة تشهدها البلاد منذ عدة أشهر تطالب برحيل الجنود الفرنسيين المتمركزين شمال شرق العاصمة وجادوغو فرنسا ليس لديها أصدقاء لديها مصالح فحسب عندما تتعاون فرنسا مع بلد معين لا يكون هدفها مساعدته وإنما تحقيق مصالحها لديه تتهم الحشود الغاضبة فرنسا بعدم القيام بما يكفي لمساعدة بوركينافاسو في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات وأحيانا بالتواطئ مع المعتدين الغضب الشعبي غير بعيد عن موقف الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري من فرنسا والذي أكد أن باريس لا يمكنها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بعد تسلمه الحكمة عقب انقلاب عسكري في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد مالي يخفط إذا النجم فرنسا في بوركينافاسو إحدى أبرز مستعمرتها السابقة في الغرب الأفريقي عقب سنوات من الوجود العسكري الفرنسي في القارة السمراء لم يغير فعليا في الواقع الأمني المعقد والمتخبط هناك فيما لا يمكن فصل تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا عن تعظم نفوذ قوى أخرى فيها كالولايات المتحدة وروسيا والصين لم تعد فرنسا قادرة على مضاهاته